يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة القناة الأولى النهاردة هنتكلم عن مفهوم مهم جداً في حياتنا النهاردة هنتكلم عن مفهوم الصداقة الصداقة عند الراجل والصداقة عند الست بصراحة ونتكلم بصراحة أكتر والحقيقة إن الصداقة دي من أهم الروابط الشخصية في حياتنا يعني شخصية مفيش بيني وبينها أي سلة قرابة يعني صحبتي الست لا هي قربتي ولا هي تربط معايا ولا فيه بيني وبينها حاجة غير شوية اهتمامات مشتركة ففي الآخر بسميها صحبتي طب هل فيه معايير للصداقة؟ يعني مثلاً عشان فلانة تبقى صحبتي لازم يبقى فيه مقاومات معينة عشان هي تبقى صحبتي الحقيقة والواقع بيقول لا لا خالص لأن كلنا عندنا صحاب ومش بالضرورة يكونوا شبهنا أو زينا ممكن يكونوا بيكملونا فيه حاجة نقصة فيه أنا بلاقيها في صحبتي وأحياناً وكتير جداً في مواقف كبيرة جداً أنا بحس إن صحبتي دي بتبقى السند والدعم يعني بحس إن أنا لما بكون تعبانة من الحياة وعندي مشاكل فظيعة لما بروح لصحبتي وعدة فطفة وحكي بحس إن هي دعم بس مش في كل الأوقات النهاردة هنتكلم عن مفهوم الصداقة يمكن بشكل مختلف شوية شويتين تلاتة بطريقتنا الصحبية في حد ذاتها اللي هو صحبتي صحبتي السيد صحبتي وما بين الرجالة وما بين بعض يا بتبقى صداقة بنائة يعني بتبقى صداقة كده محترمة وصحبتي دي بتفدني بتضفلي ما بتعمليش مشاكل في حياتي يا بتبقى صداقة بتروح في حتة تانية خالص المشكلة بقى النهاردة هنحط إيدنا أكتر على الستات ما بين بعض والرجالة ما بين بعض في طبيعة للراجل بتبقى معامل وهو صغير متربي دايما الراجل لو أنت راجل ما يفعش تطلع أسرار بيتك برة أنت راجل تشيل المسئولية أنت راجل ما يفعش تتكلم على واحدة ست دي ممكن تبقى أختك تبقى مراتك تبقى مامتك يعني دايما القيم الحلوة دي بتاعتنا كمصريين بتتغرز في الرجالة وهم صغيرين فتلاقيه مثلا يجي يتكلم على واحدة مثلا كان مرتبط بيها زمان فلما يجي تسئل عليها أنا بصراحة بلاقيه محترم يقولك لأ خلاص دا كان بيني وبينها عشرة ودي كانت على اسمي في يوم الأيام فقال الله يسهل له ويكرمها ما بتلاقيهوش يقول تفاصيل ما بتلاقيهوش يجرح في الست دي لكن الستات بقى ما بينها وبين بعض ركزوا معايا الستات ما بينها وبين بعض ورجالة ما بينها وبين بعض في عامل دا اللي النهاردة هنحاول نتكلم فيه يعني أنا مثلا بلاش أنا اتنين ستات بيحكوا البعض فبتيجي تقول لها أنا حانتي مشكلة مع جوزي أنا ما عارفش ايه تلاقي الست دايما بتفكر بالعطفة تلاقي صحبتها فجأة على طول ايه دا ايه دا هو زي يعمل فيك كده لا روحي بتطلقي لا روحي فعلي خلع لا لا عملي فتلاقي الست بتدخل في التفاصيل اكتر ليه هو عملك ايه احكيلي وتبدل تسأل تسأل اسئلة وتدخل جو حياتها وجو تفاصيل التفاصيل التفاصيل الستات احيانا بتبقى حشارية اكتر من رجالة اللي لا تبقى عايزة تجيب القصة كلها والحدوتة كلها من طقطة لسلامه عليكم وفي الاخر ايها بقى تقرر صحبتها تعمل ايه في حياتها لكن لو روحنا للرجالة لما يجي راجل عنده مشكلة ويجي صاحبه قاعد معاه يقول له والله انا مش مبسوط مثلا او انا هنفصل او او تلاقي الرجالة بقى مع بعض غير الستات مع بعض تلاقي يقول له ايه يا اخي بس اهدى كده وصلى عن نبي عليه الصلاة والسلام والموضوع ما يستهلش كده لكن ما تلاقيش راجل يدخل في تفاصيل حياة الراجل صاحبه ليه لان هو بيحس ان هي عيب بيحس ان دي خصوصياته ما يفعش ان انا اسأل انت عايز تحكيلي حكيلي لكن انا ما يفعش ادخل في التفاصيل غير الستات طب خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر على الموضوع ده وهيكون معايا ضيفي هيكون معايا في الستوديو الدكتور سامح نصر الدين استشاري العلاقات الاسرية عشان نعرف ليه الستات كده مع بعض وليه الرجالة كده مع بعض وإيه الفرق ما بين الاتنين وازاي يبقى عندي صديق ما يعني اخليه دايما في الحاجات الصالح الحاجات الكويسة ما يفعش اسيب دماغي واسيب حياتي وسلم له كل حياتي لانه ممكن ما يبقاش امين علي بس قبل ما استقبل ضيفي معانا في الستوديو خلينا نروح نشوف رأيي ستات الرجالة في موضوع الصداقة